اشتركوا في القناة 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 سوف تفتح لك الحياة نوافع صبيرة من الفرص والطريقة التي تستجيبها لهذه الفرص هي التي ستحدد مصيرك في النهاية كلما اصبحت انت وشركتك اكثر نجاح كلما احتجت لان تتعامل مع الملائك القدر اكبر من التواضع وتظهر لهم قدرا اكبر من التفاني بينما تعيش ايامك تصيغ حياتك من السهل نسيان ان الناس يعملون مع من يحبون احد من الاشخاص فائقين نجاح من الذين تعاملوا معهم تمدرب على القيادة قد بلغ هذا المكان الا لانه كان يعمل اكثر من كل من حوله ان التحديات تقوم بدور رائع بتعريفك على افضل واسمامه في كل مرة تقول فيها نعم لشيء غير تقول فيها لا لشيء مهم يتحرك البشر عندما يتم تحريك مشاعره تذكر ان كل قائد عظيم او صاحب رؤية او مفكر شجاع اتسخر منه الناس في البداية اما الان فهم موضع احترام من الجميع القيادة ليست ان يحبك الناس ولكن ان تفعل ما هو صلاة من اقوى ميزاتك التنفسه ارساء ما اطلق عليه ثقافة القيادة داخل الشركة جدول مواعدك هو افضل دليل على الشيء التي تقيمها حقا ومن باهميتها تحمل المسؤولية الشخصية عن نجاح شركتك تصرف كصاحب مشروع اعمل على زيادة المبيعات وتقليل النفقات وانجز مهامك جاية الكبار يعرفون ان التدريب هو السبيل الى ودقيقة من وقتك اليوم وفكر اي الناس في حياتك يجب ان ترعاهم وتقدرهم وتخبرهم ان مساندتهم لك كانت مفيدة القيادة الحقيقية ليست مسألة مقام او نفوذ او منزل رفو لكنها مسألة تحمل للمسؤولية الكبار ليسو اكثر من اطفال فدا هو رحال لا احد يريد الفشل ولهذا يتجنب معظمنا حتى المحاول الموتى وحدهم هم لا يتعرضون للمشكلة الكلمات التي تستخدمها تؤثر على حياتك فتخيرها بحق الحاجة الى الانتباه هي اقوى واحد من اعمق الحاجات الانسانية افضل المؤسسات اللي تتعاملت معها تهتم بصغائر الام الاستبتاع يأتي من اشياء خارجية اما السعادة فتنبع من الداخل انضم اذا الى النادي الخامسة صباحا انتصر في معركة الفراش تغلب على رغبتك في النوم واستيقظ مبكر اتناء سعيك لتحقيق النجاح فاني احفق على ان تكرس نفسك للارتقاء بحياة من تصادفهم وترك العالم في صورة افضل مما وجدتها عليك في النهاية يدفن البليونير بجانب كناس الشارع كلنا نصبح ترابا في النهاية نحظى اذا بشريء من الاستمتاع وضع الاهداف هو محاولة جارئة لبلوغ الحياة التي تتمناها وعمل بطولي لانك تحاول الاستفادة من كل ما وهبه الله لك من قدراتك وستشعر بمزيد من البهجة والسعادة وسينعم عقلك براحة اكبر مجال الاعمال بحاجة لمزيد من الجرأة والجساب ولمزيد من الاشخاص الذين لديهم استعداد للمخاطرة والمجازفة ان تحيا في قلوبه وعقول الاجيال التي ستليك يعني ان تخدع لا يفوت الاوان ابدا لكي تكون الشخص الذي طالما حلمت ان تكون اعدك بانني سأواصل الكتابة والتحدث اذا وصلت انت القراءة قيادة الشركة تبدأ بقيادة تكليداتك ولا يمكن ان تكون عظيما في العمل الا عندما تشعر بالعظمة الشخصية حياة تختبر اصحاب الاحلام الكبيرة والارواح الثورية الحياة اقصر من ان تجعلها تايسة تاب روبين شرمة دليل العظمة واحد واثنين